صباح الخير صباح النور كنتمنى تكونوا بالصحة وسعادة حلقة اليوم سنشارك معكم كيف ما طلبتوا مني كيف يدوز النهار عندي من اكل صحي من حركة من مشروبات من اي حاجة كيف تبقى محافظين على الوزن ديالكم او حتى بالنسبة للناس اللي بغادت نقسم الوزن بالنسبة لهذا الكيتو دايت تنقص لكم اذا عندكم وزن زايد و تيخليكم اذا تبعتوه مثلا ماذا الحياة ماشي هكذا كسك كتدخلوا فيه من بعد مني كتوصلوا الوزن المثالي ديالكم كتدخلوا فيه نشوية صحية كتدخلوا فيه فواكه مهم من بعد نقدر نشرح لكم اما في الاول اذا كنتوا بغيين تنزلوا الوزن ديالكم فكتديروا بحالها كده كيتو دايت بحالي غادي نوريكم هذا مثال جنهار واحد انا بحالي بحالكم دائما كنخربق دائما كنكون مثلا معروضة كنا كني بغيت سافرت هذا ولكن كنحاول ان 80% ديالحياتي تكون هكذا صحية باش اذا بقعت 20% مخربقة نكون على الاقل كنحافظ على هذا النظام ديالي صحي اذا مثلا كيف ما قلت لكم كنتوا معروضين اليوم خربقتوا بزاف نهار التاني كنحاول انه يكون صحي سافرت مثلا اسبوع نحاول ان من نرجع اسبوع اللي مراه يكون صحي او يكون مثلا بحال هكذا كيتو دايت من بعد في هذا الكيتو او الغيجيم سيتوجين كتحاولوا انكم اذا وصلتوا لهذا الوزن المثالي ديالكم ما تبقوش فيه دائما كتدخلوا فيه كتخليوا الصيام المتقطع وكتخليوا هو وتحاولوا تدخلوا عليه نشويات صحية وفواكه من بعد ما توصلوا الوزن ديالكم المثالي ومن بعد كتخليوا حياتكم كلها بحلاك ذاك اكل صحي ورياضة حتى اذا خربقتوا مرة 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 كتلقوا راسكم مزيانين 80% الماكلة تكون مزيانة واذا كانت 20% خيبة او مرة 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 مشي مشكلة كيف ما قلت لكم سوف نبدأ معكم النهار من الاول من الاحسن اذا كان ممكن انني نبدأ النهار ديالي بالغابة اذا بدأتو مثلا تبدأوا بالمشي في الغابة من الاحسن كدوز نهار ديالكم زوين كتتمشى وكتشمو لهوا زوينة بزيانة بزيانة ما محتاجش انني نكون مثلا مقيد في شي صالدو سبوغ ما محتاجش انني نكون رياضي باش نتمشى واحد مثلا نص ساعة احتل ساعة على حسب مثلا انا شحال بغيت نتمشى نبدأ بها النهار ديالي ناس اللي كتمشي لصالدو سبوغ حتى هما تقدروا تديروا الرياضة ديالكم او مثلا الناس اللي كتبغي تتبع هكذا حاجة في الدار غير تطلق شى سيانس ديال الرياضة واتتبع مع هكذا في التلفازة المهم اي حاجة قد تسوي عليها ديروها ممانكم دخلوا الاكتيفية فيزيك في النهار ديالكم ايما تمشى ايما ندير مثلا او نمشي لصالدو سبوغ او انا نيغير في الدار هكذا مع التلفازة ركين اللي كوغ كامل في التلفازة النيفو كاملين سواء كنت ريادية سواء كنت نقصة او سواء كنت عندي مشاكل صحية من بعد ما كان سالي هذيك الدورة او جوج الدورات في الغابة تقريبا انك تاخذ مني واحد الساعة دابا شوية الجو سخون اذا ما قدش مثلا مشي مع الصبح فكان مشي مثلا لصالدو سبوغ كندير واحد شوية ديال الرياضة من بعد ما كان سالي الرياضة كنرجع للدار كندير بحلاك دا الماء مع واحد دائرة ديال الحمض كيف ما كتشوف معي او اذا كان لديكم مشاكل في المعدة او حرقات المعدة او شي حاجة بحلاك دا تفادوا انكم تستعملوا الحمض نهائيا غير الماء بحلاك داك كنفضل انا ان اشربوا احد الكاس او زوجي الكسن ديال الماء قبل من الماكلة كيف توجدوا المعدة ديالكم انها ينزل لها الماكلة ما كنت نزلوش الماكلة بحلاك داك من بعد هنا ايها غادي اندوزوا الفطور من بعد ما دازت واحد الساعة كنشربوا احد زوجي الكسن ديال الماء كنت سنى واحد الساعة ومن بعد كنجي هنا ايها الفطور ديالي ضروري انكم اذا كنتوا غيروا صيام متقطع تبدأوا الفطور بالبيض هنا على حسب الشاهية ديالكم اما ثلاثة او زوجي البيضات اللي بغيتوا انا استعملت البيض بلدي باش يكون صحي درت معا شوية ديال الكريم فخيش واحد معلقة كبيرة ديال الكريم فخيش او تقدروا تديروا واحد معلقة كبيرة ديال الحليب المعدنتات الكبيرة مع Lummi الدموص突rigة محدثة قبل البصلة نسب نسبة او خيزه او الجزر و قبل القرعى الخضره او القرعا الاخضر تم الملحات صحيح زيت الزيتون الزبدة زيت جوس الهند المهم اي زيت اللي تكون صحية كنا قدر نستعملها وما عنديش مثلا انا نستعمل غير شوية ولهذا كنستعملها عادي بحلط طياب ديكم العادي كتجي الماكلة بنينا وكل شيء مادم انني ما كناكوش سكر فدهون نقدر ناكوش حال ما بغيت زيت مقلة هنا وقدرت فيها شوية الزبدة الزبدة هي من الدهون الصحية دائما كي خلعونها من الزبدة ولكن الزبدة هي من احسن الدهون لكن الزبدة هي حيوانية اكيد ماشي المارغارين المهم من بعد ما كتبدأ كتتحمل لي شوية هذي كلاملات من التحت كنزيد لها هنا شوية من الفخوماج حتى الاجبان عندي الحق فيهم كاملين اجبان طبيعية ماشي لبريباراتيون فخوماجر او مثلا تحضيرات الجبنية كناخد مثلا جبن عادي يعيما متزغلة ايضا مش strong periodsP credit مثلا الجبنة جardi قوضا NAMALMY TEMONTAL أجبان التي يجبها لكن البخارات تأ隨كم العاشرة مثلا اخر مثلا زمني بشكل كشوية المطاعة ضبدة تَحضيرات جبنية وقتفقها اضطر عليها literally Zero,uzos هذا ليس رجيم هذا نظام صحي فغير خضرات تكون في هذا الزويتك تكون صحية و نحط معهم هاد الوماليت اللي صيبتها نحاول انني كل نهار نبدل فيها ولكن باش نقدر ندير صيام متقطع ضروري انني نفطر بالبيض اذا ما فطرتش بالبيض ما يمكنش ندير صيام متقطع او على الاقل في الاول اذا اذا بغيت مثلا نمشي مزيان ونكمل النهار ديالي يكون زوين ما نحس برسلة فيها نعاز لحتى حاجة يوم صحي ونحرق ونطلع شلان سورين ديالي ونبدأ نفطر بحال هكذا هنا انا كعجبني نأخذ مع اما اتي اما الشاي الاخضر الشاي الاخضر اللي كنستعمل هو هذا او اللي كنشريره هو هذا انا مكتوب عليك فيما كتشوفو احمدتي من انواع ديال الشاي اللي زوينا في كل شيء ستجدوا فيه بزراب ديالانواع ولكن الاغلبية اللي كنشرب كل نهار او اللي كعجبني حتى مع النعناع او حتائتي كندير بي حتائتي هو هذا بالجسمة وهذا اللي بحال الزهر في هذا الزهر كيجير مزاقه زوين وخفيف واخد تشربوه بلا سكر اكيد سنشربوه بلا سكر لان السكر في الايام العادية ما كنناخدوش كنناخدو كيف ما اقول لكم غير هكذا اذا اخذت حلوة مرة مرة او نهار السبت او شي حاجة ربحة لكذا ولكن بقية الأسبوع كنحاول انها تكون بلا سكر المهم هو هذا اختاروا اي نوع من الشاي اللي كيعجبكم وكتشربوه مع ذاك الفطور ديالكم ديال الصباح من بعد ما كنسري الفطور كناخد قهوة دائما انا كنت كناخد القهوة شحال هذي في الصباح غير كان فاق كنشرب قهوة من بعد عرفت انها غير صحية وكتضر في المعدة وغادي تعدبوا معتكم بززاف فحاولوا انكم تاخدوا القهوة من بعد الفطور انا هنهان غادي نقربكم هذه اللاماشين عرفت الناس غا تسووني عليها ما كنديرش اشهار فيها 20 باغ الباغ هما اللي كعطوكم قهوة مع السراء زوينة هذي الماشين هذي على شوريتها لكم لانها غا بو كاليته بخي زوينة الماشين ديال القهوة غالبا بهذا الكاليته يكونوا غالين هذي الماركة ديال توغوس زوينة صراحة كناخدها بزاف ديال الحاجات وزوينة كناخد هنا شوية ديال الحليب في الكيتو دايت الحليب ديال البقر منوع الا اذا كان مثلا كمية قليلة بزاف تقريبا 40 ميلي لتر اللي هي 1 ربع كأس لعنبا او تقريبا 5 ملاعق كبيرة انا كنستخنها مزيان يو الكاس كي اعجبني قهوة بحليب جارية ويكونوا سخونة بزاف ورعا في غير ما ماشي قهوة بحليب بغير شوية ديال الحليب باش كتهرس لي هذه القهوة ما كتبقى فيها الحموضة انا كتعجبني لما يختوم او المرارة ديال القهوة ما كتعجبني شغية ديال الحموضة فهذا كي قدية شوية ديال الحموضة بما انني كي اعجبين انكوتي حاجة حلوة وميمكن ليش ناكلها كلانهار فكنناخد هكذا شوية ديال الشوكولة وليكن يكون سبعين في المية وما يكونش فيه سكر هادا رازيغو انا وريدتكم هادا ناخد لانا متوفرش شوية اخدوا اي ماركة كتعجبكم ومن بعدها غادي نبقى معاكم واحد شوكولة اللي كي يجي هكذا فوقي من الداخل وحتهو بلا سكر صافي هادا قهوة ديالي من بعد الفطور كناخد القهوة مع شوية ديال الشوكولة كيف ما كتشوفو غادي نبقى من بعد هذه القهوة من بعد ما فطرت كنكون شبعانة اذا فطرتو بالبيض كتبقى بشبعانين وكتقدروا تديرو الصيام المتقطع شنا هو الصيام المتقطع هي انني بكل بساطة مني سالت هنا يا صافي غادي نبقى تمانية ساعة انا مثلا فطرت مع العشرة غادي ناخد الغوبة ديالي التاني او الوجبة التانية حتى الستة ديال العشية كنفرق بيناتهم بتمانية ديالساعات فهذه تمانية ديالساعات ما نقضر ناكل حتى حاجه اي حاجه ممنوعه من غير المشروبات اللي كتكون بدون سكر اي انواع الشاي اي انواع القهوة اي حاجه ولكن تكون بدون سكر مشروبات ماشية عصائر غير ديزينفوزيون بحال كيف ما اخط لكم للطي او لا القهوة هادو نقضر ناخده او لا الماء بينسوك كنقدر ناخد بدك ثمانية ديالساعات نشرب اللي ياجبني او حتى المياه الغازية بحلوة الماء سيكي يجبني ناخدها مرة مرة كتاخدوها في 8 ساعات ولكن الماكلة كتنساوها حتى كتجي 6 ديال الأشياء كيف ما أخبرت لكم كتحسبو 8 ديال الساعات مثلا فطرت حتى 11 كنت سنة حتى السبعة دائما 8 ديال الساعات رهم كافيين سافي هنا يا 6 ديال الأشياء غادي نقدر ناخد الوجبة الثانية كنوجدها من قبل كنا ناكلها مع 6 ديال الأشياء لأنها فطرت مع العشرة مثلا كنت فطرت مع الحداش غادي ناكل الوجبة الثانية مع السبعة كي الناس المماتين للشي شوية يبغي افطروا مثلا مع 8 غادي يفطروا مع 8 ويأكلوا الوجبات ديالهم ثانية مع 14 ديال الأشياء مثلا ان يخرجوا من الخدمة في الخدمة ديالهم يبقوا يشربوا غالي بواسون غايل الماء غlahيتيزان وشي حاجة بحلاكتا وينيخرجوا من الخدمة يأكلوا الوجبة الثانية ديالهم احنا من الاحسن أننا ناكلوا حتي يجينا الجوع لن نفطر حتى انا نفطر مع الصباح ما الأحسن مثلا إذا كنتو خدامين هذا الفطور اللي وريدكم ديروه في شيطا صباحا لكذا وديوه معاكم مني يأتيكم الجوع مثلا أو في البوز ديالكم ديال العشراء أو الحضاش أو حتى ديال 12 حتى يأتيكم الجوع حتى تاكله ماشي كنا ناكله حتى ما فينش الجوع مني كنخلي حتى كي يجني الجوع حتى ناكل كنحرق وحتى كننظف الجسم ديالي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه نحن قوم لا نأكله حتى نجوع ولا نأكله حتى نشبع ما كنناكل حتى كي يجني الجوع وما كنبقى كنناكل حتى كنشبع أو مثلا كنحرق سيغدين ترتق كيقول لك مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام تولوتون لأكلك تولوتون لشربك وتولوتون لنفسك حنا النفس دائما ما كنخليه وكنبقى وكنناكله حتى كنشبعه تماما ولا كتخلي واحد شوية راسك خفيف كتنضمن الماكلة وانتخفيف ما كتبقى حتى مثلا كتاكل حتى ما كتقدرش تنفس المهم هذا غير بينا قوسي جاءت ستديل العشية سأناكل ولكن قبل هذا الشيء اللي سأجدته من قبل بالنسبة للواجبة الثانية اللي عندي كيكون عندي دائما في هذا الأطباق اللي كيكونوا كيتو كيكون عندي فيهم مثلا الخضار وكيكون فيهم البروتين هذا البسباز كنخصمه على ستة او على ثمانية حسب هو قداش وكنخلي له هذك الجيدر ديالو لاصق فيه كنزيد لي شوية ديال الملحة دائما انا ما كتعجبنيش لخضراء لمسلو قلم فورا كتجيباس له فهذه طريقتي كما دائما كنوريكم كنزيد لي شوية ديال الملحة شوية ديال الماء وشوية ديال الزبدة واذا بغيتوا اعشاب مناسي ما تقدروا تزيدوهم كنغطي عليه وكنخليه الكيميا ديال الماء هي اللي كتحدد لي طهي انا دائما الخضر كتعجبني تبقى شوية شادة ولكن البسباز كيعجبني يكون ارتب مزيان مثلا انا هنا شفتوا انشف من الماء بقى غير ذيك الزبدة ولكن باقي خاصته شوية ديال طياب فغادي نزيدو هنا ايات قريبا واحد الكاس اخر ديال الماء اللي انا بغيت يكون طايب مزيان ونعاود نغطي عليه ونخليه حتى كنشوف انه ارتب كنتأكد انه ملاسق الياج هنا ملتحت ونخليه حتى كي طيب وقليليه بهذاك القوام اللي كيعجبني من بعد ما كي طيب ليه صافي غادي ناخده كنحاول انني نقلي غيف ذيك الزبدة دياله واذا احتاج شوية ديال الزبدة كنزيدو شوية ديال الزبدة كما كتشوفو كي ياخد واحد اللون من تحت هكذا كغامليزة وليكن خفيف كيتقليف ذيك الزبدة دياله وكي جبنين بزاف من الاطباق اللي تقدروا من الخضار او اللي تقدروا ترافقوا بهم اللحم ديالكم وهو البسباس بها الطريقة هذي من بعد كيف ما كتشوفو معايا هنا عندي شرائح من صدر الدجاج اللي قطعتهم شرائح طويلة بحالة كده قطعوا كيف ما اعجبكم بغيتوا تقطعوه بشكل ديالستيك تقدروا تقطعوه غادي نزيد له شوية ديال الملحة شوية من الفلفل الاسود وغادي نضيف كذلك هنا شوية من الموتاغض او الماسترد غادي نزيد التومة فصين من التوم الكميات ليست مهمة هذه ليست حلوة او مثلا وصفة ديال الكيك فالكمية تبقى عدد الافراد الاسراء تقدروا بحسابهم شحل ما عندكم او شحل ما بغيتو او حسب الشهية ديالكم المهم هنا نسيت واحد شوية ديال الحامض غادي نزيد شوية ديال عصر الحامض واحد معلقة كبيرة تقريبا ان الدجاج او صدر الدجاج كيف مكانوا او كيف مكانت الوصفة اللي غاستعملها دروري كندوزهم من هذه المرحلة هذي كتزول اي زفارة في الدجاج وكيجيكم الدجاج رطب وكيجيبنين حتى في الماداق ديالو سوف هنا بعد ماكملتو غادي نخلي في تلاجة الوقت غادي نوجد فيه المكونات الاخرى هنا را عندي واحد شوية ديال البصلة من الكميات حسب اللي بغيتو او حسب عدد الافراد ديال الاسراء كناخد البصلة كنقطع بحلا كده شرائح طويلة كنديرها مع شوية زبدة وشوية زيت زيتم وشوية ديال الملحة وشوية ديال الشامبينين او شوية ديال الفاتر الطريق هنا استعملت البورتو بيلو بزيال الناس تخاف منه كيباليها مثلا من براكحل كيسحب لاغيك حال وبالاكسر كيبقى محافظ على اللون ديالو وعلى القوام ديالو حسن من الشامبينين ديال باري او الشامبينين اللي كيكون ابيض المهم كنزيد الوحتوى شوية ديال الملحة وشوية البزار كنخلي هذه المكونات حتى كنت تعسل مع بعضياتها وكتنزل بحلا كده نحطها في شبول باش نقلي هاداك الدجاج ويجيني بنين ما بغيتش نزيده فوق من البصلة وذلك شي يبقى غريك يتلق في الماء سافي من بعد هنا يا غدي نحاول نعلي النار شوية غدي نزيد الزبدة كان بعض الناس اللي غتشوفني مثلا استعمال الزبدة او من بعدها استعمال الكريم هادو كلهم راه زيوت اللي مزيانة زيوت صحية طبيعية لا زيوت الزيتون لا الكريم الا اذا كانت حاجة لنباتية ما كتكونش زوينة اما اذا كنا نستعملين مواد اللي كتكون حيوانية ومثلا زيت زيتون مزيانة كل شي مزيان تقدروا تاخده الزيوت والغغة اللي كتفضله ليس مشكلة هنا زيت شوية الزيوت او شوية الغمغة اللي هو اكلي الجابل شوية الحر اذا ما كانش عندكم مويدات صغر كيتلع المضاق وبالنسبة لهدجاج هذا تقدروا تعوضه مثلا حسب الفيلة دي اللحم تقدروا تستعملوا في نفس الوصفة هنا سنزيد هذا الشامبينيون مع البصلة انا خليت شوية البصلة مع الشامبينيون اللي سنصيب بها الومليت دي نهار الثاني دائما هكذا اذا عسلت شي حاجات او هذا نستعملوا بثاف دي المرات مع اصافي كيكونوا هكذا مقليين ما يخسروش من بعد ما تقلى عندي كل شي بحاله هكذا اخذ المضاق دياله مع ذوك الاعشاب مع كل شي كنزيد شوية الكريم فخيش العادية لا تستعملوا كريم لايت لتحاجات كريم عادية هذه كريم لايت لن يكونوا صحي في العكس يكونوا فيهم نشويات يكون فيهم سكر يحاولون يعوضوا هذه النسبة لدهون اللي مكينة كريم 30% للمادة الدسم لا تستعملوا عادية المشكلة ليست في الدسم نهار ستفهموا هذه القاعدة المشكلة في السكر هنا عندي لسالات دائما تكون القاعدة الخص شوية التومات سوريز وشوية الافوكا وكل مرة نضيف جميع أحد هنا قاعدة سوريز نضيف المشكلة المشكلة سوف نضيف وضيف المزغلة اختارتها مزغلة ب تحتفظوا على القاعدة الخير وضيف أي شيء نضيف المشكلة خلال نضيف بس كل مرة نضيف اختار السلاط ثم نضيف كيف سالات مختلفة امام كان بدأ بالصالات و كانت تبعها بالطبق الرئيسي كيف ما تشوفه معي دائما كيكون فيه بروتيين و كيكون فيه خضروات والناس اللي ما بغيتش مثلا بغيت غير اكل صحي ما بغيتش يكون انه كيتو فاصلة في مشكلة اماما انا كنخطأ في الكيتو حيث في الفرنسي كيتو و بالانجلي كيتو دايت المهم هو اذا بغيت مثلا اكل صحي ما بغيتش يكون هكذا كيتو فاشنو كندير هاد الوجبة نفسها كنزيد لها نشويات ولكن نشويات تكون صحية يا اما شوية البطاطا يا اما شوية ديال الروز يا اما شوية ديال مثلا الخبز الكامل المهم كنزيد نشويات صحية ماشي كنزيد عليها شي حاجه اللي خيبة ما نزيدش على مثلا لبات او شي حاجه اللي ما تكونش مزيانة اذا بغيت مثلا حياتي تكون صحية انا بالنسبة لك موقت لكم ما عنديش مع الخبز و نشويات بزدف فكنفضل انني ان اكل غبا ديالي بحال هكذا احتى اذا خربقت ما كان خربقش مثلا في الوجبة الثانية كان بغاية تكون صحية كان خرباق إذا بغيت نفطر شي حاجة اللي فيها مثلا تشاهد كواسان بغيت نفطر به مرة مرة كما أخبرت لكم 8% اللي كان بقابح على كده مرة مرة إذا تشاهد شي حاجة كان أخذها أغلبية في الصباح أو مثلا إذا تشاهد شي حلوة مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين يقدر كان أخذها ولكن مع هذا النظام هذا كان نخلي هذا النظام هذا وكان زيد له هذا الشيء اللي كتشوفه معايا وبالنسبة الناس اللي بغاية تنزل الوزن فكتحتفظوا لهذا النظام كما شفتوه معايا حتى كتوصلوا الوزن ديالكم المثالي عاديك ساعة كتبدأوا هكذا تدخلوا فيه شحويجات اللي هكذا كما أقول لكم نشاويات أو فواكه وبالنسبة الناس اللي بغاية تعرف كيفاش يكون الوزن المثالي أو كيفاش نحسب أنا ما عليش ندخلكم في أشياء اللي صعبة سهلة أنا مثلا الطول ديالي متر فاصلة سبعين فخاص يكون فيها إما سبعين كيلو إما كننقص بواحد خمسة كيلو يكون فيها خمسة وستين هذا هو الوزن المثالي سهل باش نحسبوه فيها مثلا مترو وخمسة وستين يكون فيها خمسة وستين كيلو أو كننزل بخمسة كيلو إذا بغايت نكون ضعيفة تكون فيها ستين كيلو كما أقول لكم طريقة سهلة كل واحد يشوف طول ديالي ويأخذ هذك الفاصلة تكون هي الوزن ديالي أو إذا بغايت يكون ضعيف أو من الأحسن أنه يكون ناقص خمسة كيلو على هذيك الفاصلة ديالي ثاني حاجة واللي هي أهم من الوزن واللي كتبي لي أو كتقول لي أنني في صحة جيدة لأن كني بزاف ديالي الناس ضعاف وهما ماشي في صحة جيدة هي الكرش أو مثلا لتوغ ديالي كيفاش كنقدر ناخده من الصورة كنناخد هكذا واحد المترو كندوزو من الصورة كما كتشوفوا معايا في الصورة وكنعرف أنني في صحة جيدة من هذك لتوغ ديالي كيفاش غان نعرفه هي أنني مثلا إذا أنا مرأة أنا ما بدش ندخل في لتوغ ديالي الرجال لأنا غالبية الناس اللي كتباني عيالات لتوغ ديالي خاصو يكون عندي من سبعين حتى الثمانين إذا لقيت مثلا أنا عندي أكثر من ثمانين وأنا في الطول ديالي عادي الذي هو العيالات تقريبا كيكون فيهم 1.60 حتى المترو تقريبا و 68 وقال للناس اللي طوال بزاف يقدر مثلا لتوغ ديالي يكون عندهم حتى الثمانين ماشي مشكل ولكن الناس اللي مثلا كيف ما قلت لكم طول ديالهم عادي فكيكون لتوغ ديالي ديالهم أو الخسر ديالهم خاص يكون فيه ما بين سبعين سنتيمتر حتى الثمانين سنتيمتر او الماكسيموم اذا كان انسان طويل بزاف يكون فيه حتى ال 85 هذا يعطيني لوسين اناني في صحة جيدة كيف مقتلكم كان بزاف دي الناس ضعاف وعندهم الكرش خارجة يسحب لهم غير المنظر هو اكثر من المنظر انني في صحة غير جيدة فكنحاول اناني انتبع هذا الكيتو يحيد لي هذا الشي دي الكرش اللي يعطيني مثلا كرش كبيرة ان عندي مقاومة الانسولين الزكرة تأخذ قليلاة characters مباشرة كان آخر فواكه الحمراء التي الاستمأن بالطبخ الفواكه الحمراء هذه فضرارة التي يمتلون ان البعض الغرض فل trensة اضافة الوزنها ويعيساك في الجزء مساء فيcription بالمساكين الم sulfurاء بطبخ العالم بالتالي المشاكمة من البعض ما فيThank sugato المهم إذا كنت كما أخبرت لكم كيتو فكتأخذ فواكه حمراء كنت بغيت نظام غذائي صحي كتأخذ أي نوع من الفواكه بغيته ولكن دائما كنحافظ على هذا الصيام المتقطع أي حاجة بغيت ناكلها كأن ناكلها ملاصقة مع هذه الوجبة وجبة مورها ليفخوي مورها قهوة مثلا إذا بغيت فيها الشوكولة المهم أي حاجة كنأخذها في الوجبة ديالي من بعد ما كان سالي هنا سافي سالي الوجبة ثانية سنحبس الماكلة نهائيا مع هذه المشروبات وبهالطريقة كنكون درنا صيام متقطع اللي كيف ما فهمت لكم احنا درنا 8-16 يعني أنني كليت في هذه 8 ديال الساعات الوجبة الأولى من بعد 8 ساعات كليت الوجبة الثانية من بعد الوجبة الثانية غديبقى ليالليل ما غديناكو لحتى حاجة إذا غنكون درت 16 ساعة ديال الصيام باش عاوتاني في اليوم الثاني نفطر مع العشرة ديال الصبح هكذا كيف ما أخبرت لكم هاركونوا درنا 8-16 كين بزاف ديالانواع ديال الصيام كين حتى اللي كيدير واجبة واجبة واحدة كي صوم 24 ساعة المهمة ندخل معاكم في شيء كامل أنا أعطيتكم الصيام المتقطع الرائج أكثر والصحي أكثر وهو 8-16 هنا تقريبا واحدة تمانية ديال العشية تقريبا او لحتى هكذا تمانية ونصف كناخد لكامومي معاش صراحة اسميتها بالعربية راهيز كل وريدات اللي كي يكونوا في هذا منذبا نكتبها لكم من بعد لكامومي زوينة في الليل كنحاول أين ما ناخش القهوة حتى إذا تجهزة بزاف كناخد صان كافيين أما القهوة بالكافيين كنحاول أين نشرب أغي مع الصباح في الليل او في العشية بحالكذا كنحاول ناخد غير شيء حاجات اللي تهدني لويزا لا كامومي شيء حاجة بحالكذا المشروبات كلهم كيف مقتلكم اللي تزان عندكم الحق فيهم وصفي كنسالي بحالكذا النهار ديالي اللي أهم من الماكلة النهار كله دازلينة زوين كلينا فيهم زيان دلنا فيه الرياضة مشروبات صحية ما كيناش فيه السكر هو النعاس دروري أنني نعس الوقت الكافي ديالي أنا دائما كننعس بكلي صراحة الحمد لله كنحاول أنني نعس معادي 9 دونس لأشرة في الأيام العادية ده بس طيف شوية كي تخربق النعاس كنحاول أنني مايفوتش لحظهاش لحظهاش ونصف باش نبقى محاولة أنني ننظم النعاس ديالي في النعاس هي فين كي يتجددوا الخلايا هي فين كي يتصفى الليكوغ ديالكم من أي حاجة خيبة وأكيد كيرتاحت النفسي دي الإنسان كترتاح إذا نحاول أن نحت النعاس ديالي يكون زوين باش نكون نكملت النهار ديالي مزيان وكنتمنى أن هذه الحلقة تكون فاتتكم هذه حلقة مختلفة على اللي متعودة أنني أشارك معاكم ولكن دائما الناس عند قانوة ديال الطبخ الناس تتخيل أنها تكون مكنة ديالها كلها غير صحية ولكن لا هذا شيء يبقى مثلا البلادوفيت كالنقلومي كتكون شي مناسبة حلوة كنحاول أني نكون حلوة مرة في السمانة أنا كنحمق على الحلوة ولكن كنحاول أنني نقننها لأن إذا اطلقت أنا للحلوة صراحة ما كنش بعش منها وقدرنا نكونها كل نهار ما عندي مشكلة لهذا كنحاول أنني ندلل لها القانون وهكذا نكون صحي وفي نفس الوقت ما نحرمش رأسي من شهي واتب حالك هذا أو مثل إذا سافرت صراحة مني كنصافر ما كنديش القانون نهائيا كنكون لها خاطرية كنكون اللي يعجبني مني كن نرجع ضروري أنا كن مني كترجعون من الصفر سأعطيكم واحد النصيحة هي أنه من بعد الصفر دائما مني كترجعون من الصفر ستتوزنوا ستقرر أسكم زيدين حاولوا أنكم تزولوا هذا الوزن الذي زدته من الصفر سيخ بلاس غير ترجعوا كتزولوا لأنه يكون غير احتباس مائي باقي ما تحولش لدهون فهكذا كان بقى دائما محافظة على الوزن ديالي صافرت زد جوش كيلو نزول هذه جوش كيلو قبل ما نطلع لشي حاجة اللي ما ننقدش عليها تعرضت اشتراسي أنا مثلا نزدت نقص دائما ذكش اللي كنزيده وكننقصه وبحلقة ذا كيف موقع لكم نكون وصلت نهاية الحلقة كنتمنى أنا تكون عجباتكم إذا عجبتكم وبغيتوا حلقات في حلقة ذا أو مثلا نظام أسبوعي نكمل لكم الأسبوع كامل في الماكلة كتبوها لي في التعليق ونشوفكم باخير وعلى خير في الحلقة المقبلة إن شاء الله